احيانا حين اكون في رحلة جوية احملق في كل تلك الجبال والصحارة واتمعن في اتساع كوكب الارض ثم اتذكر ان هناك شيء نراه يوميا بامكانه احتواء مليون كوكب ارض بداخله تبدو الشمس ضخمة جدا لكن في النظام العظيم للاشياء هي ضئيلة واحدة من اربعمائة مليار نجمة في مجرة درب التبانة والتي يمكن ان تراها في الليل كضباب شاحب ممتد عبر السماء ربما هناك مائة مليار مجرة نستطيع رؤيتها عبر التلسكوب فاذا كان كل نجم بحجم ذرة من الرمال فان لمجرة درب التبانة وحدها نجوم كافية لملء مساحة ثلاثين ضرب ثلاثين قدما من الرمال على شاطئ عمقه ثلاثة اقدام وليس هناك ما يكفي من الشواطئ لتستوعب النجوم في الكون لان هذا الشاطئ قد يمتد الى مئات الملايين من الاميال يا للهول هذا عدد كبير من النجوم ستيفن هوكينغ وغيره من الفيزيائيين يعتقدون ان الواقع اكبر من ذلك بكثير مئة مليار مجرة التي نراها قد تمثل جزء ضئيل من المجموع الكلية الفضاء نفسه يتوسع بوتيرة متسارعة ومعظم المجرات تتباعد عننا بسرعة لدرجة ان الضوء الصادر منها قد لن يصلنا ابدا واقعنا الفيزيائي على الارض مرتبط بتلك المجرات البعيدة غير المرئية ويمكننا التفكير فيها كجزء من كوننا انها تشكل صرحا واحدا يخضع لنفس القوانين الفيزيائية وكلها مصنوعة من الالكترون والبروتون والكوارك والنيوترون نظريات الفيزياء الحديثة بما فيها نظرية الاوتار تفيد بانه ربما هناك عدد كبير من الاكوان مبنية على جزيئات مختلفة بخصائص وقوانين مختلفة معظم هذه الاكوان قد لا تكون فيها حياة مطلقا وربما تختفي في نانو ثانية لكن رغما عن ذلك فهي مجتمعة تشكل اكوانا متعددة محتملة فيما يصل الى 11 بعدا وتضم عجائبة فوق خيالنا يتوقع النموذج الرائد لنظرية الاوتار عشرة اكوان مرفوعة للأوس 500 اي 1 مع 500 صفر هذا رقم ضخم بحيث لو كان لكل ذرة في كوننا المعروف كونها الخاص وكل الذرات في كل من تلك الاكوان لديها كونها الخاص بها وكررت ذلك لدورتين فتصل الى جزء صغير جدا من المجموع الكلي اي تريليون 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 حتى هذا الرقم ضئيل مقارنة برقم اخر المال نهاية يعتقد بعض الفيزيائيين ان استمرار الزمكان هو الى ما لا نهاية وأنه يحوي عدداً لا نهائياً من جيوب الأكوان مع خصائص مختلفة كيف حال دماغك؟ نظرية الكم تضيف صدعة جديدة كلياً تم تحقق من صحة نظرية ولكن تفسيرها محير يعتقد بعض الفيزيائيين أنه يمكنك تفسيرها إذا تخيلت عدداً ضخماً من الأكوان المتوازية تليد كل لحظة وعدد من هذه الأكوان قد تكون مشابهة لكوننا وستتضمن نسخاً عنك في هذا الكون قد تتخرج وتتزوج من امرأة أحلامك في كون آخر لا يحصل ذلك هناك علماء يقولون إنه محظهراء الإجابة الوحيدة للسؤال كم عدد الأكوان الموجودة هي واحد كون واحد فقط وقليل من الفلاسفة والمتصوفين ربما يجادلون بأن كوننا نفسه هو مجرد وهم كما ترى ليس هناك إجابة موحدة لهذا السؤال كل ما نعرفه هو أن الإجابة هي ما بين الصفر والمال نهاية حسناً نعرف شيئاً آخر هذا وقت رائع لدراسة الفيزياء ربما نحن نمر بأكبر نقلة نوعية في المعرفة يشهدها الإنسان على الإطلاق واصل التعلم بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه ولا تنسى الاشتراك في القناة لا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر